السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا كنا يا حبيبات ويا غاليات أسأل الله أن يحفظكنا أينما كنتم ليعتب بسيط وأنا أعلم ومتأكدة ومتيقنة أن كنا لا تضعنا هذه الأمور ولا تنشرنا هذه الأشياء إلا محبة لكنا لما يحدث وحزنا على ما تشاهدنا من هذه الأوضاع التي كلنا يعرفها ولكن أنا أستغرب من التي تضع صورة قصف أو أطفال يقتلون أو بيوت تهدم وتضع عليها أغنية وين الملايين الشعب العربي وين أو تضع معازف وهي ترى الأطفال يقتلوا والبيوت تهدم والدنيا تشتعل وهي تضع معازف طيب يعني أنت وضعتي هذا الشيء وخلطي هذا بهذا لمع وأنت تعلمين حرمة المعازف وأنك إذا نشرتي شيء وسمعه أحد سيكون عليك وزر كل من سمعه المعازف محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام يستحلون أي يجعلونه حلالا يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف وستبقى المعازف محرمة لو حل لها أهل الأرض كلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها والله عز وجل يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عنه فلا أعتي أغالية لأضع المعازف وأنشرها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي أريدك أن تنتبهي لها التي تنشر أغاني الوطنية والأغاني البطولية طبعا الممثلين المغنيين أقصد والممثلين كذلك وخاصة المغنيين هم أكثر الناس استفادة بأن تنشر أغانيهم وأن يسمعها الناس وأن يتحمسوا طيب المغنيين هؤلاء أين هم؟ ما سمعنا لهم تغريدة ولا رأينا لهم كلمة أين الذي يقول أين الملايين الشعب العربي أين هم لا مغني ولا ممثل ولا من الذين سطعوا زمان وصدعت أصواتهم لا ترينهم اليوم يتكلمون ولا يدعون ولا كأنهم موجودين في هذا العالم لأنهم ما قالوا هذه الأغاني من أجل فلسطين ولا قالوا هذه الشعارات من أجل المسلمين بل من أجل المال هذا فقط فنحن ماذا نفعل؟ ننفعهم هم جالس في بيوتهم نحن ننشر أغانيهم ونحمس الناس ولن ننصر لن ننصر بمعصية الله لن ننصر ونحن نستمع إلى الأغاني والمغنيات لن ننصر ونحن تحمسنا السفقات والرقصات أذكر أنه في حربي أكتوبر حرب 73 كانوا يقولون في الإذاعة طبعا أنا سمعت محاضرة ولا أنا لست من ذلك الزمن أنا ولدت فيما بعد ولكن سمعت محاضرة أنه وقت الحرب كانوا يجلسون عند المذياء فيقولون أبشروا أيها العرب أبشروا ستنتصرون أم كالثوم تغني معكم شادية لا أعرف من شادية لكن هكذا كانوا يقولون شادية تغني معكم ستنتصرون بالله عليكم هل سننتصر وأم كالثوم تغني معنا هل سننتصر وشادية تعزف الألحان معنا هل معنا عقل هل سننتصر يعني الذي يدفع دمه هل سيننتصر بمعصية الله عز وجل نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بسواه أذلنا الله لن ننتصر إلا بطاعة الله عز وجل هذه عقيدة لا بد أن تكون واضحة وأن تعرفين أنه لا الأغاني ولا المغنيات ولا الرقصات ولا الشيلات ولا التسفيقات أنها ستغيض الأعداء وأنها ستكتب لنا النصر إنما النصر أن تكون هناك ركعة ودمعة وخوف من رب البرية وإقدام على العدو ومعرفة أني أريد الآخرة أني أريد أن أرفع كلمة الله النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية لقومه والرجل يقاتل يخرج رياء والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل لسبب أيهم في سبيل الله من من الذين نستطع أن نقول هذا يقاتل في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الفصل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله ودين الله هو الأعلى وكلمة الله هي العليا هذا هو في سبيل الله فلا نأتي يا أخوات لنخلط الخير الذي نريده بالشر والذنوب والمعاصي هذه النقطة الثانية النقطة التي بعد طبعا الكلام للمغنين والمثلين الآن إذا رأيت بعض الناس يلومون لاعبين الكرة لماذا لم تتكلم؟ لماذا في لاعب مشهور لما ماتت ملكة بريطانيا عزاها ونزل بوستات وبكى وحزن عليها وعند الكريسمس يضع شجرة الكريسمس ويحتفل أبوها فالناس كانوا متوقعين خاصة الشعب المصري الحبيب الغيور المسلم الذي يغار على كل أراضي المسلمين تكلم والكل يدعو والكل يعني يحاول أن يعين أهل غزة بأي شيء فهم ينتظرون أن يخرج هذا اللاعب الكرة أن يخرج ويتكلم ولا تكلم ولا قال شيء نحن نكبر أناسا هم هو مجرد لاعب هو فقط يريد مالا وشهرة لا يريد شيء فلا نأتي من اللاعبين ومن المغنيين ومن الممثلين الذين جعلناهم قدوات وجعلناهم مشهورين وجعلناهم يا الله لو ألقي هذا الممثل لو أسلم عليه رأيت مرة مقطعا أخت محجبة محجبة ومستترة يعني نوعا ما فرأت محمد رمضان طبعا قلت اسمه أنا لا أعب أن أذكر أساميهم رأت هذا الممثل فهي تبكي وتناديه فلما قال دعوها دعوها تأتي فلما دخلت من بين الجموع ارتمت في حضنه فحضانها ووضعها على صدر وهي تبكي وتضع علامة النصر أي نصر أن ترتمي بأحضان من؟ مغنن ممثل فخلاص ونشرتها وأصبحت يعني هذه الكلمة أو هذه الصورة أصبحت حديث العالم لماذا؟ في صدر من ارتميت في صدر أبيك أو أخاك أو زوجك الله المستعن ومحجبة طيب احترمي قليلا الحجاب الذي ترتدينا نحن جعلنا من التوافه ومن التافهين إيقونات جعلنا منهم أعلاما جعلنا منهم أنه إذا رأت الممثلين الكوريين تبكي وتصيح وترتجف يا ليته ينظر إلي يا ليته يسلم علي تسلمين على رجل لا يحل لك تحضنين رجلا لا يحل لك من؟ لو كان أحد الصحابة لو كان رسول الله لما تجرأنا أن نسلم عليه أو أن نحضنه لما تجرأنا وهو من هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة لا تحل له قط فكيف ترتمي في حضن من لا يحل لك أن تسلم عليه؟ فالذي أريد أن أقوله يا غاليات أننا نحن من نصنع المشاهير وأننا من نجعل لهم مكانة ومقاما رفيعا في المجتمع ونحن الذين نهبطهم إلى الأرض النقطة التي بعدها في هذه الأوضاع الحرجة وفي كل أزماننا لا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة ولكن نحن في نقطة فاصلة لأن عدنا وتبنا واستقمنا لينصرننا الله لأن الله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين متى ما عدنا إليه كتب علينا النصر وإن كنا ضعفة وأقلة والأمم تكالبت علينا ولا يوجد معنا أحد سينصرنا الله إن عدنا واستقمنا أنت تدخلين إلى مواقع التواصل الاجتماعي فتذهبين تبحثين عن الأخبار وتنظرين ماذا يحدث فيخرج لك أناس يتخيبلون أناس فتاه مع شباب ناس تغني ناس ترقص مسلسلات أنت في فتنة فلما ترى شيء يقولي أعوذ بالله وانسحبي لما ترى شيء يقولي لأجلك يا رب سأتركها لا تجعلي لهم مكانة في حياتك لا تجعلي لهم قيمة في وقتك نحن في وقت لا بد أن نعود إلى الله عز وجل وأن نستغفر وأن نتوب وأن نترك هؤلاء التافهين بعض الناس لا يبالي بجراح الناس ترينها بحالاتها تضع الطعام والسفر والأغاني كأنه لا قتل ولا دماء ولا أطفال تقتل يوميا ونحن نراهم مجازر تحدث وهم لا يبالون المهم وضعت الأغنية التي تحب تابعت الفيلم الذي تحب وضعت الصورة صورت الكافي هذا الذي يريد أن ينتحر لكثرة الصور التي تصورها لو يعرف الكافي هذا طريق المحكمة سيذهب اعتقيني كلما أخذت الستاربوكس أخذت الكافي هذا تصوره هذه سبب سعادتي هذه القهوة الهادئة هذه سر كياني هذه مجرد شوية كافي وماء وتشربه كما يشربه بقية العالم بلاش دراما بعض الأخوات وبعض البنات عايشت في مستوى من التفاهة أنا لا أدري كيف ستتزوج وكيف ستنجب أطفال وكيف ستكون ربة بيت وهي بالعشرينات ومنتصف العشرينات وفي الثلاثينات وهي بهذه العقلية أنا لا أتمسخر أنا أقول حقيقة أحيانا تري بنات المفروض أن تكون واعية بما يحدث مدركة للبلاء والهم الذي نحن فيه فتساهم بالدعاء بالكلمة بالتوعية بأي شيء تستطيع عليه لا أن تعيش منعزلة مع التافهين والتافيات أن تعيش مع المخذلين أن تعيش مع آرون كير لا أهتم هذه ليست قضيتي هذه ليست مشكلتي وهذه النقطة الأخيرة التي أريد التنبيه عليها لا بد أن يغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا معنا فلسطين وحب فلسطين وهذه القضية التي ستبقى في قلوبنا إلى أن نلقى الله عز وجل لا تهملي تدريس أبنائك وتعليمهم الجيل هذا ليس كما تربينا نحن في السابق كنا نعيش مع قضية فلسطين منذ أن كنا في الصف الأول إلى أن تخرجنا من المدرسة ونحن نعيش معهم ونعيش آلامهم وأحزانهم وكأننا بينهم أما هذا الجيل فترينه لا يبالي ولا يهتم ربما بسبب الإعلام أو ربما بسبب ما يسمعه من بعض المتخاذلين وبعض الناس الذين باعوا عروبتهم وباعوا دينهم وباعوا شرفهم من أجل رضا لليهود أو النصارى والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وبشيركم أنكم لو فعلتم أي شيء لن يرضوا عنكم اليهود ولن ترضى عنكم النصارى حتى تتركوا دينكم وتقولوا نحن تيهودنا أو تنصرنا عندها سيقولون نعم رضينا عنكم غير كذا لا تظنوا أن التطبيع وأن التنازل وأنه التملق وأنه نعم أنتم لكم حاق وأن الفلسطينيين هم المعتدين لا تظنوا أنهم سيرضوا عنكم بل سيستحقرونكم وسيدلونكم أكثر وأكثر ولن يرضوا عنكم فابقوا ثابتين على دينكم وعلى عقيدتكم تبقون شوكة في حلوقهم هذه الأمور لا بد أن تعلم للأبناء ولا بد أن يعلموا على العزة والكرامة وأن يكونوا أصحاب قوة وأصحاب يستطيعون أن يتغلبوا على شهوات أنفسهم إذا رأيت التافهين لا تنظر إليهم إذا رأيت الأشباه النساء وأشباه الرجال والناس الذين يضيعون وقتك أنت من نفسك دون أن أمرك أنا تقول أعوذ بالله أن أضيع وقت مع هؤلاء أن أغرس في ولدي كرامة الوقت ومعزة النفس وأنه يجب أن يكون شخصا يهتم بنفسه وبوقته وبما يرى وبما يسمع هذه الأمور التي ضايقتني هذه الفترة وأحببت أن أناقشها معكم وأن أنبه عليها حالتك وكلامك إما أن يكون فيه نصرة ودعاء وتعليم أو شيء يعود عليك بالنفع في الدنيا والدين أو فكفي عن السيئات الجارية من الأغاني والحالات التي فيها معاص ومنكرات فإنما هي سيئات ستحاسب عليها يوم القيامة هذا والله أعلم وأحلم وأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته